اللهم صلي وبارك على افضل المرسلين اهلا بيكو اهلا بكل المتابعين وحبايبن ايه زيكم عاملين ايه وحشتوني جدا جدا احنا النهاردة عندنا باقي وصفات المتابعين وباقي وصفات المشتركين معانا وتعالوا نشوف الوصفة سلايم بتاعت النهاردة بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم ووصفة النهاردة من المشتركة معانا سوزان سوزان طلبت مني الوصفة دي اكتر من مرة ونزلت بالتعليق في كذا فيديو قبل كده وانا وعدتها بصراحة ان انا هعملها زي ما وعدت باقي المشتركين ان انا هنزل وصفاتكم ان شاء الله باذن الله ويا جماعة عايزاكم باذن الله في الفيديو ده لسه منزلتش وصفته يريد تكتبوها لي وانا بجد بنزل كل وصفات المتابعين بس بنزلها واحدة واحدة مع بعض عشان نتعلم من بعض ونشوف الوصفة هتنجح ولا لا المهم اه هي كانت وصفة النهاردة من معطر الملابس سوزان كانت طلبة مني الوصفة بتاعت معطر الملابس تمام هي محددتش اه معطر اه ملابس معين بس انا عندي اللي هو الدوني اه طبعا اه في كل الدول العربية الدوني انا اخدت منه معلقتين معلقتين من دوني اللي هو المناعم او الملابس وطلبت مني ان انا اضيف من عليه شامبو شامبو الشعر تمام يبقى انا ضفت معلقتين من دوني اه اللي هو معطر الملابس او مناعم الملابس ويزودت عليه اللي هو الشامبو شامبو الشعر تمام يبقى احنا كده لحد دلوقتي ضفنا معلقتين من معطر ملابس بعد كده معلقة من شامبو الشعر تمام اه انا لما حطيتهم على بعض بصراحة بدأوا يتفاعلوا يعني انا اتفاجأت ان هما بدأوا يتفاعلوا مع بعض ويعملوا زي فوران. اه فانا بصراحة استغربت انا قلت ايه هيعملوا تفاعل مع بعض ولا ايه لقيت فيه فوران ما بينهم غريب يعني مع ان رحت الدوني دي كانت فضيعة وبتالي الدوني مفوش اي تفاعلات بس انا لما حطيت الدوني اللي هو المعطر مع شامبوشار عملوا زي التفاعل كده وعملوا تحسوا كده تجزأ وبيعمل زي فوم كده او بيعمل زي فوران كأنه صودة. المهم عندي السمغ الابيض اللي هو الجلو او السمغ شفاف شوفوا ايه النوع المفضل عندكم او النوع المطافر عندكم في البيت واستخدموه. تمام? آآ هنقلب آآ معلقة الغرة او معلقة السمغ كويس جدا مع المكون اللي احنا عاملينه ده وهنشوفه هيعمل ايه بعد ما نقلب الغرة الابيض فيه هنشوف هيعمل ايه? هنقلبه كويس جدا بحيس ان كل المكونات دي تمتزج مع بعضها وبعد ما تمتزج مع بعضها هنشوف هتتعمل ايه? يعني هتحول هتحول الكلام ده الايه? اهو يعني انا حسيت ان الملمس تقل شوية قلت اضيف معلقة مية واحدة معلقة مية واحدة وقلت اقلب عشان انا حسيت بصراحة ان المزيج تقل معي ومع التقليب مع التفاعل الدوني والتفاعل الشامبو مع الغرة كمان آآ حسن الملمس بقى تقل مني مرة واحدة. المهم هقلب كويس جدا 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 نكوني المكونات دي مع بعضها. اهم حاجة في المكونات بتاعته النهاردة التقليب. بعد ما حسيت خلاص ان المكونات كلها امتزجت معي كويس طبعا انا كنت فاكرة ان الدوني هيديني لون اللبني بتاع آآ اللون بتاعه بس هو التفاعل مع الشامبو واتحول لابيض. آآ استغربت لما حطيت الدوني مع الشامبو التفاعله مع بعضه وعمل لون ابيض. فانا عادي قلت انا عندي كده لون آآ آآ ازرق فقلت هياخد منه نقطة صغيرة بحيس ان هو يعمل لي لون آآ لابني. بس انا انا شكل اللون اللي ازرق ده قوي. اصلا عامل زي الكوحلي كده. فا يعني اداني آآ لون لابني بس غمق شوية. اللي هو ازرق فيها التح كده. مش مشكلة انا قلت برضو اقلب. احس بس ان المزيد كده كل حاجة اختلطت معي مفيش لون ابيض في الجزء ولون ازرق في جزء. اتأكدت عشان برضو هو كان تقل. كان تقل تحت فقعد تقلبه. قلت برضو هزود ايه معلقة مية تانية. شكل الحاجة اللي انا ضفطان يعني تفعلت مع بعض بجد فتقلت. تقلبه تاني كده بحيس ان المية تخفف الملنس في التقليب شوية. وتنجزني كده في التقليب. المهم عندي الاكتف بتاع النهاردة اللي انا استخدمته قبل كده معيكم في كزا وصفة. البيدالكين اللي انا بشتري مني الصيدلية اللي هو فيه نسبة البوركس عالية. وانا طبعا زي ما قلت قبل كده البيدالكين ده عبارة عن مطهر اه مطهر شخص عادي بيتجاب من عند الصيدلية بيكون فيه نسبة البوركس عالية ونسبة الصيدليوم عالية. آآ وفيه بديل لي في كل الدول العربية. هو انا اللي جبته ده بيدالكين. حتى في مصر فيه بديل كتير لي. وانا عرضت وعرضت العلبة بتاعته. قلت لكم الباكت ده بنص جنيه بيقضيني وصفات كتيرة جدا. يعني انا مستخدمة آآ قلي كمان من ربع الكيس. يعني ربع معلقة على قبات مية وبدوابها كويس. ده بيكون الاكتف بتاعي. بيكون بصراحة فعال جدا. يعني فعال بطريقة رهيبة. عشان فعلا نسبة البوركس فيه عالية. وكمان آآ يعتبر اكتف رخيص جدا جدا جدا. آآ هيبقى في متناول الجميع. يعني معاتش اشتري اكتف غير لا. ده رخيص قوي. فممكن تلقوه في اي صدلية. انا قلت لكم ان انتم في اي في اي دولة عربية ممكن تجيبه بديله بكل سهولة. تمام? انا طبعا اي اكتف بضيفه. بضيف نقطة نقطة. يعني ربع معلقة في ربع معلقة. اهم حاجة اكون دوابة الاكتف كويس جدا. وابتدي اقلب. خلاص احسه ميسك معي سنة خلاص يقلب اكتر. لسه بيلزق مني اضيف ربع معلقة تانية. مينفعش اضيف معلقة معلقة كبيرة او اصب ابن الكوبية على طول كده يبوز مني ويتقطع مني. ولكني عملت حاجة. فانا بصه ببتدي اعجن فيه كويس. وامسكه كويس. لزق مني هضيف نقطة زي ما انتم شايفين كده. لزق مني. اضيف نقطة صغيرة. وعجن تاني. اتديت اعجن بيه? طبعا عشان تشوفه بيلزق ولا لا. لسه بيلزق هضيف نقطة. انا كنت ممكن اصب ابن الكوبية حبة كبيرة وخلاص لا ما ينفعش عشان الاسلام يبص مني واكون دقيقة برضو في الحاجات اللي انا بعملها عشان يعني هتنفعني بعد كده في وصفات بعد كده وهتنفعني وهعرف ايه ملمس الاسلام المناسب اللي اعمل ما ينفعش اضيف اكتف تاني. بص يا جماعة. حلو جدا ريحته فوق رائعة. ده بجد بتاع وصفة النهاردة. ريحته غريبة جميلة جدا ريحت اتدونين معطر مع شامبو عمل دويتو جميل. وبيعمل بابلز رائعة. بابلز بتتهزهز بقى يعني ده كان اسلايم مائي بيعمل بابلز. كان بيتهزهز كتير قوي بصراحة. كان جميل. كان ممتع. آآ ملمسه حلوة اوي. ملمسه بيمط جدا. آآ طاري اوي. يعني فعلا تحسوا ان دوني كده اداله نعومة. والداله تريجي زيادة عن لزوم. وبيعمل بابلز رهيب. انا عدت نسيت اصلا ان انا بصور وقعدت اعمل بابلز. زي ما انتم شايفين كده. كان رائع. وهستنى وصفاتكم كتير. وشكرا يا سوزان. وشكرا لكل متابعين اللي بيشاركونا بكل آآ وصفاتهم. واستنوني في وصفات كتير. وهنعمل فيديو مخصوص عن وصفات السلايم اللي من غير غير من غير سامخ. باي باي.